السلام عليكم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نلتقي فيه سيد هنري كامبوسكوا عمدة مدينة تايكوهوانو بيتشيلي سيد هنري كامبوسكوا هو عمدة بلدية تايكوهوانو وينتمي إلى حزب الديمقراطي المستقل ويبدأ زيارته لمدينة العيون منذ الخامس عشر من هذا الشهر الجاري وهو خريج من جامعة كونسيبسيونس بيتشيلي شغل إدارة كلية هذه الكلية وعمل كمستشار قانوني بالبرلماني أتشيلي سيد هنري مرحبا بك بمدينة العيون أنت هنا والأول مرة في بلد مختلف وفي قرد مختلفة ترى ما هي انطباعاتك بداية أعبر عن امتناني لعمدة بلدية العيون السيد حمدي لاستضافتنا واستقبالنا في هذه الزيارة التي نحن بسددها ومعي فريق العمل من بلدية إنها دعوة كنا حظينة بها من قبل من طرف سفيرة المغرب بشيلي كنز الخليل التي شاركت لنحصل على فرصة زيارة العيون وتوقيع اتفاقية توأمة ما بين هذه المدينة الرائعة ولهذا نحن هنا حققنا ما كانت تصبو إليه سيدة السفيرة ممثلة المغرب بشيلي وهو تواجدنا هنا لنزور المنطقة في هذه الزيارة التي بدأناها منذ ما يقارب الأسبوع وسط إعجاب كثير بهذه المدينة التي تمكننا من اكتشافها الشيلي هو أحد بلدان أمريكا اللاتينية ومعروف بتجاربه بخصوص إدارة البلديات ترى ما الذي بوسعكم القيام به في إطار التعاون ما بين مدينة العيون ومدينة تيكوهانو يجب أن تفهمي أساساً أنه هناك عدة حواجز كالمحيط مثلاً والجبال جبال الأنديز مثلاً لدينا إضافة إلى اللغة فاللغة الإسبانية من جهة بالنسبة لنا وضعف التعاطي مع اللغة العربية كثقافة بشيري بسبب التأثير القوي لثقافة الإسبانية والبعد الجغرافي من العالم العربي وخاصة المغرب وهذا ما يمكننا خاصة أنه تحدي رغم الاختلافات الموجودة ما بين العالم العربي والغربي نحن أفراد مجتمع نمتلك حقوق وعلينا واجبات ولدينا غير كمواطنين على أوطاننا تمتلكونها ونمتلكها وهي التي تدفعنا بالأساس إلى التحرك للعمل من أجل تنمية بلداننا وكمثال مدينة العيون وسكان مدينة العيون وسكان مدينة تيكوهانو كمثال آخر كانت لديكم لقاءات معاوى لمدينة العيون وعمدة مدينة العيون ورئيس المجلس الإقليمي هل كانت مثمرة هذه اللقاءات؟ لقد بدأنا زيارتنا يوم الاثنين حيث استقبلنا والي مدينة العيون وعمدة البلدية وحظينا باستقبال رسمي أما أمسنا الثلاثاء فقد كان لنا لقاء بولي المدينة في الصباح بعد ذلك مع عمدة المدينة أيضا فأنا أدعوه بلقب العمدة لأنه مسمى متداول بيننا كرأساء بلديات في بلدي لقد وقعنا بروتوكول اتفاقية توأمة وهذه خطوة جد إيجابية بالنسبة لنا لأنها تساعدنا على دعم التعاون الثقافي وتكسر حجز اللغة ما بيننا مثلا وهذا ما أشرته إليه بداية فنحن كأفراد مجتمعا لدينا حقوق ورب خالق واحد وفي هذا السياق يجب أن نسير بقوة في هذا المصار لنكتشف بعضنا ونتفاهم ونتعارف وهذا ما حققته الزيارة حيث تمكننا من معرفة الواقع بمدينة العيون ومعرفة الواقع بالصحراء المغربية وكذلك عرض صور لواقعنا في بلدنا حيث حققنا تنمية وتطورا متناميا بالقياس مع مستوى التنمية في بلدان أمريكا اللاتينية اقتصادنا يتقدم بثبات بمعدل بطالة جدا منخفض لا يتعدى 6% في تيكوى هانو ومثلا وبنسبة لا تتعدى 8% إلى 9% أي معدل البطالة على الصعيد الوطنية وهذا يسمح لنا بالتعاون ويشجعنا على المزيد من العمل معنا لقد فجئنا بمستوى التنمية المحقق هنا ولمدينة العيون قدم لنا وكذلك رئيس البلدية قدم لنا شروحات بخصوص أورش التنمية التي تشرف عليها المملكة بالمنطقة فمنذ 2016 وحتى 2018 كانت نسبة الاستثمارات الموظفة والتشهيدات عالية أما المشاريع المزمع تنفيذ حتى 2021 تعتبر هام لقد قمنا كذلك بزيارة مقر الصناعة التقليدية التي تجسد ويشة ثقافية وتعكس تطور وإبداع التقنيات المتفردة في صنع القطع التقليدية المغربية والصحراوية بالخصوص والتي تمكن العالم من قرعة فصول التاريخ عبر هذا التراث وترسم نمطا لعيش عبر هذه الانتجات وكيف يمكن الحفاظ عليها في المستقبل كيف تقيمون هذا التقدم مقارنة بمستوى التنمية في بلدكم إنهم وقعان مختلفان فمثلا بالنسبة لنا لدينا ثروة مائية كبيرة ومصابات كثيرة وقد تتسألون كيف نستغل هذه المياه 80% منها ينحذر لينتهي به المطاف في البحر ودون أي استغلال وقد تقولون أنتم مثلا لستم حكماء بعدم استغلالكم لهذه المياه بالفعل ف20% نستفيد منها ونحن ماضون في تحسين استغلال المياه وتوزيعها بشكل جيد في بلدنا باتجاه الشمال حيث لا توجد روافد مائية وسط صحراء أطاكاما وما تم إنجازه اليوم وفق هذه الاستراتيجية هو تجربة تهدف إنشاء وغرس أشجار شبيهة بتجربتكم هنا وهذا من شأنه الحفاظ على البيئة وتوفير المياه في المنطقة الشديدة الملوحة والتي تقل فيها المياه المهم هناك اختلافات فيما بيننا فيما يخص البنيات والطرقات لكن من حيث ما اطلعت عليه في المشاريع المطروحة المزمعي تنفيذها لغاية عفان وواحد وعشرون فإنها حقيقة تعيد المدينة بتنمية كبيرة ومضاعفة على صعيد الطرقات ستضمن التواصل جيد ليس فقط مع الجيران بالجزر الكانيري لكنها ستضمن التواصل جيد مع بلدان الصحراء وجل مناطق المملكة الشيلي تمكنت من تحقيق تطور المستقر وكما ذكرت هناك اختلافات طبعا ترى ما هي الميكانيزمات التي تلزم من أجل إرصاء التعاون ما بينهما وفي ظل علاقات ثنائية تجمع البلدين في الحقيقة يجب أن نفرق ما بين العلاقات الثنائية التي تربط أي بلدين والتي تتجلى في عمل القنصليات مثلا والأخرى التي تربط ما بين بلديات مثلا ومدننا ودائما حينما يتحدثون عن الدبلوماسية في مجال حقوق الإنسان نتحدث فقط عن الدبلوماسية الموازية التي تمارسها الحكومات فيما بينها العلاقات الثنائية والاتفاقيات السياسية والاقتصادية تلك الاتفاقيات التي يشرف عليها ممثل هذه البلدان أما فيما يخص ما نقوم به نحن فالدبلوماسية الموازية اتفاقيات التعاون والتوأم بين المدن إننا ندرك أنه اليوم وعبر مصاري العولمة بإمكاننا تحقيق الكثير وعولمة الجهات والمدن فبوسعنا إمضاء اتفاقية التعاون مثلا اتفاقية التؤامة هذه ما بين العيون وتكوهانو بماذا تعد؟ نحن اليوم وقعنا اتفاقية تؤامتنا التي يجب أن نعمل عليها مستقبلا لخلق أوراش متعددة تدفع بعجلة التنمية مثلا في مجال الثقافة إنه من الجيد أن يقوم الفنانون التشكيليون بالزيارة من المغرب لتقدم عرضهم الموسيقية ورقصاتهم التقليدية أو رقصات ولوحات من الفلكلور الأمريكي التي حيث لدينا تشكيلات فلكلورية لأن ثقافات مختلفة لأن ثقافات مختلفة سيكون كذلك من المهم بالنسبة لنا أن تزورنا فرق فنية خاصة بالتراث المغربي والصحراوي بالخصوص من أجل عرض ما لا نقرأه في الكتب ولا المجلات ولا الصحف إنها الهوية الحقيقية للتراث الصحراوي هنا من العيون في الختام سيد هنري ما هي رسالة تودون توجيهها لمشاهدي قناة العيون أولا أنا جد ممتن لحفاوة الاستقبال التي حاضنا بها من طرف المسؤولين الذين أدعوهم إلى الثقة بما حققوه وبالمجهودات والإنجازات المنجزة منذ انسحاب إسبانيا وحتى الآن والمشاريع المستقبلية فمن المهم جدا أن يكونوا متفائلين في أفق المستقبل وما تم إنجازه يستحق التنويه فيما يخص الرياضة مثلا إنه أفق يشجع الشباب على ممارسة الرياضة عبر تشهيد ملاعب حديثة وبالجانب الثقافي هناك تنمية ثقافية تتلأم وتشهيد كذلك مكتبة رائعة ضخمة ومجهزة إلى جانب مسرح بالهواء الطلق يستوعب ما يناهز 1200 إلى 1500 سنة أظن أن هذه هي التنمية الحقيقية والاستمرار في هذا المصارى يجب بث المصلحة وبالطبع الحفاظ على أجواء الديمقراطية التي تنشر الأمان لأن هذا سر تقدم أشعوب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة